شدت في خدها اللي كيوزوز وعينيها الضبو وخرجات وهبطات كتجر طلعت في طوموبيلتها وزادت بسرعة وهي كتلعن في قمر وتعاود نجم الدين غير ما زادت عصر قربل البيت باللي فيه اللي لقاها قدامه كيخبطها هرس وضرب حتى تهد ادخل الدوش وطلق عليه المبارد وكيحاول يتهد خرج ولبس ونشف شعر وردوا اللون هبطل تحت ودخل الكوزينة ووقف قدام لاماشين ديالقاهو قاد ليه كوب تذكر غير فاش كان واقف هو وقمر والحديث اللي دار بيناتهم كانت كتشوف فيه في شكل وقالت هضره في شكل آخر شاف الخدامة داخله وهزفت إيدها شي حاجة وقالت مستر نجم الدين هاد البوشيطة لقيتها فوق الطابلة في الجردة ما عرفتش ديال منه سولت ميس آيات وقالت ليا ماشي ديالها حط الكوب واخداها من عندها دورها في إيدو شوية وهو يحلها القاد تليفونه بستام وشعل تليفونه القاه مصدود ولكن عرف ديال منه غير من الصورة اللي فيه صورة مرزوينة كتشبه القمر بالزاب حلل بستام وكان عامر كريديت كارتز وبطاقات العمل الخاصة بشركة العابيري رجع كل شي البوشيطة وطلع للفوق بسرعة البس عليه جاكت وهو بتركبه موبيلته خرج من الفيلا وزاد تاير المطار واقف في السطوب على أعصابه الزحام في الطريق جايتو المسافة للمطار طويلة كيف تطلق السير وهو يكسيري كيتسابق مع الوقت وأخيرا وصلوا حط التو موبيل بلا ما يباركيها وخرج كي يجري دخل المطار كيقلب عليها بعينيه وصل للفلاسة فين كيتسناو وهو يلمحها جالسة هيو شروق حس بقلبه كيدرب بسرعة وهو كيشوف فيها من بعيد قرب بخطوات بطيئة حتى وصل عندهم هزات قمر عينيها شافتو هي تصدم شنو كيدير هنا وعليش غلط عليها واش باغي يقوليها شي حاجة غادي ينفيدك شي اللي في بالها ويريح قلبها من هاد الصراع وقفات مقابلة معاه كتسنا منلي مدليها البوشيطة ديالها حسات بخيبة أمل قال انسيتيها عندي في الضار خذاتها من عنده ونزلت عينيها كتجنب تشوفيه وقالت شكرا سمع الإعلان على الرحلة ووقفات شروق وشافت في نجم الدين في ابتسامة قالت عدبناك معانا شكرا تهلف رازك وسلم لي على آيات وانتلاقاه في مناسبة أخرى وقالت قمر إيلا وجرات شنطتها وصبقات قمر قمر قالت لي شكرا مرة أخرى وجرات حتى هي شنطتها وبغت تمشي وهو يحبسها نجم الدين وشتها من دراحة بجوش قال ما يمكنش تمشي وتخليني بحل هكا قولي لي غير علاش تبدل تصرفك معايا شنو هو المشكل شافت في إيديه اللي شادين فيها وقالت هذا هو المشكل تصرفاتك هي المشكل ما تشدش فيا ما تقيصنيش ما تتعاملش معايا مزيان ما تداويش ليا ما تعتقنيش كل مرة تعرضت في هالخطار وعينيها عمرو دموح وقالت ما تواسينيش من اللي نحس براسي بوحدي ما تعنقنيش ما تشوفش فيا بهاد الطريقة حيدات لي إيديه وقالت ما تدي حتى حاجة من هدشي إلا ما كنتيش غادي تبغيني ما تخلينيش نتعلق بيك إلا ما كنتيش غادي تبغيني ما تخلينيش نبغيك إلا ما كنتيش غادي تبغيني نزلوا دموحها بغزارة على خطة قالت هذا هو المشكل وجرات شنطتها ودخلات مع الممر مسحات دموحها بإيديها بنتير وتبعات شروق طلعون الطيارة وبعد مدة قليلة قلعات متاجها الأراضي المغربية بقى نجم الدين واقف في بلاستوم شوكي ما زال كلام هاكا يتعاود ليه في ودنيه وما مطيقش شنو قالت مدة وهو واقف على نفس الوضعية هز راسو وشاف منزاج طيارة طالعة ومشى قلس في أقرب كرسي وحت راسو بين إيديه وبعد مرور تلت شهور في وسط غابة مليئة بالشجر الأرض تقريبا مغطية بالأوراق المتساقطة الجو مغيم وبارد نوعا ما كي يجري بسرعة وخفة لابس روال كيت مكحل فقط وسبر ديلا نفس البون صدروا العراض كي يلمع بالعرق موقف حتل قدام باب الفيلا طلع البيتو وتخل ديريك تلدوش بعد لحظات خرج بيفوت على خسره البس شورت قصير وهبطل تحت الكوزينة واختل عصير خاص به عمر ليه كاس وخارج غادي طالع احتسمح آياتك تعيط عليه أردا حبيبي جيتي قال لها لا مازال وهي تقول آيات آجي تشوف آجي داك صاحبك والله ما عطاو احنا آخر من يعلم وقفت جنبه وفتحات المجلة وهي تقابلها معاه قالت شوف وقرأ ايش مكتوب ديك خيتي قمر العابيري وصاحبك ساجد غادي تزوجه الخطبة بعد غدة والعرس ما زال ما قاله اينتا وشافت في نجم الدين وقالت واش كانت في خبارك بلا ما يجاوبها شد من عندها المجلة ودخل المكتب دياله جلس في الكرسي وحتها قدامه كيشوف صورتهم ويعاود خارجين من رستو وساجد محاوط خسرها ودايرين دائرة على ايدها مبينين الخاتم ديال خطوبة اللي كان من الألماس تكاب ايديها للمكتب وعينيها للمجلة وجهه ما فيه حتى تعبير فقط عرق شبهته اللي كان باين ومنفوخ ابقى شاد في كاز ديال العصير ومزير عليه حتى الترتقليه في ايده وفيلم غريب تحل الباب ودخل ساجد ابقى واقفه كيشوف فيها بحب ما زال ما مصدق باللي اعتارف لها وطلب ايدها ووافقه يعني فتاة احلامه اللي بغاها من اول نظرة ولات خاطيبته وقريب غدا تصير حبيبته ومرته قرب بالشوية ووقف موراها دور ايديه على خسرها مع النقها من لور غمض عينيه واستمشق ريحة شعرها وهدر حدودنيها قال ما زال ما مطيق بعد غدا الخطوبة الرسمية يعني الكل غادي عرف باللي واللي تيديالي قمر حطات ايديها على ايديه اللي محاوطينها وحلاتهم وتسلات منه بالشوية ودارت وهزات كاز ديال ما من فوق المكتب ورشفات منه ودارت كتشوفيه بابتثامة قالت من الصباح ما شرت قلتي ما زال ما مطيق ممكن اجلوها المن بعد بينو ما مطيق قال مستحيل ما ترهتهاش تكون اليوم هي والعرف راني مزروب قمر قالت كاينة شي زربة كتر من هادي صدمنا الناس بالخبر فجأة وهو يقول ما كيهمني حد الناس المهمين راه في اخبارهم وغاد يحضروا لينا واحد بنادم اللي نسيت ما قلتها شلي واحد بنادم اللي نسيت ما قلتها لي قبل ولكن تصلت به اليوم وراه غاد يحضروا الخطوبة قالت قمر شكون وهو يقول ساجد نجم الدين قمر طح ليها الكاس من ايديها وقالت ش شكون قرب عندها وشد ليها في ايدها وقال شوية عليك يا كمد اديتي قالت لا ما وقع لي يا وادي قال ما لوجهك ولا شاحك واش ما فطرتيش جرها وقال قلسي أنا غانمشي نجيب ليك شي حاجة تعقليها قمر قالت عيت معاك على ساناء تجمع هاد الشي قال أوكي بقاي قلسة وما تحركيش ده غي غانارجع خرج ساجد وكيف سد الباب وهي تنوت قمر بقات غادة جاية وكتحق في جبهتها قالت علاجة يا ربي شنو غادة ندير من بعدك شي لي قلت ليه وكتنش على راسها قالت فين غادة نرد وجهي أنا حمارة علاش خرجت ديك لهضرة من فمي باينة تشفة وادحك عليها كيف بغى دليت راسي واعترفت ليه كيف الحمقى وهو ما كل فراسه حتى يقول شي كلمة واخدات نفس طويل وقالت آجي ومن بعد غادة نتعامل معاه عادي كأنه شيئا لم يكن ماشي أنا اللين تبدل بديك الطريقة رجعت قلسات وكتقنع فراسها باللي كل شي غد يكون مزيان في اللول كان سعيب علي هالأمر خاصة بعد الاعتراف اللي خرجتي لقائيا وما كانتش كتتوقع أنها في يوم من الأيام غدا تعتارف بين هو وبين راسها حساك تعتارف ليه هو كانت في حالة اللي خلاتها تخرج دك الشي اللي مزيّر على قلبها وخانقها بلا شعور ولكن رد فعله أزمها كتر عرفت باللي فعلا ما كتحنيليه والو وكانت غالطة كليا وتصرفاته معها كانوا نابعين من شفقة كان ممكن أي واحدة بعد اللي وقع سدع ليها وتبكيليل ونهار لتعرضها للرفض ولكن قمر بطبيعتها مزادة شبكات ورجعت حياتها كيف قبل مركزة على الخدمة وسدات على شنوقع في دبي وجود ساجة جنبها ساعد بالساف ولحظات تقربه منها أكتر فأكتر حتى اليوم اللي قرر اعتارف لها بحبه على عزيمة عشاء رومانسي من تحضيره في منزله حتى وأنها ما كانت كتحس بحت شعور تجاهه ولكن ما بغاتش ترفض حبه وهي اللي جربات مرارة الرفض ماشي بمدة طويلة بعد اعترافه عرض عليها الزواج وما جاوباتش في الحين وطلبات وقت تفكر ومؤخرا أعطاته الرد اللي كان كيتسناه بفارغ الصبر وفي الخطوبة عاد غدا تتعرف على عائلته اللي جايين من أمريكا على حساب خطبة ابنهم الخبر ما كانش صار للكل وأولهم ناصيف اللي ما تسرتاتش ليه ترفضه هو وتوافق على ساجد ولكن ما في إيديه ما يدير الغد ليه فاقت قامركي في العادة بكري دارت روتينها اليومي ولبسات وجمعات الأوراق الخاصة بالاجتماع اللي راجعت بالليل خرجات قمر وهزات سيارتها والتاجهات للشركة طلعت لمكتبها وحلات الباب وهو يبال لها واقف عند الشرجم قال لها ساجد بابتسامة صبح الخير مادام العبداللهي؟ قالت له صبح النور ساجد قرب وباسها من خدها وقال ايش هاد الزين؟ غادت طيري مو هاد العقد قالت زيد زيد وانت مشارجي على الصباح كان دون كل شي جاء قال اه كل شي كاي حل الباب ودخل هو وقمر اللي جات عينيها عليه مباشرة من بين الكل قالس وكيحك في لحيته قالس كيشوف فيها وكيحك في لحيته ابقى تواقفة في بلاستها حتى شدها ساجد من خسرها وجرها معاه الكل نادو كيباركو لهم وصل ساجد عند نجم الدين وتعانق هووية وقال ما قلتيش ليه غادي تجي اليوم احساب لي جلال هو اللي غادي يحضر الاجتماع نجم الدين قال ليه جيت باش نتفاهم معاك هو يقول له ساجد سموحات والله لا غير انسيت نجم الدين قال الهضراء ماشي دابا تلفت نجم الدين وشف قمر اللي قلسات في كرسيها كانت كتهدر مع هادا وهذاك والابتسام على وجهها ارجع لبلاستو وغير مراقبها وبدأ الاجتماع اللي كان على مشروع بناء مستشفى جديد وبعد ساعات توصل القرار بالاجماع وتوافق على مشروع بناء المستشفى شكراتهم قمروا نهات الاجتماع وقربت لساجد وقالت عندي ميتار خارج الشركة هاني مشيت ساجدت بحل كولوار وقال خليتي ليفونك شعل غنتاصل بيك دارت ليه باي بيديها وقالت أوكي خرج نجم الدين من القاعة وحت ايده على اكتف ساجد وقال بغيتك في واحد الموضوع ساجد قال له خلعتيني اشنو هادا الموضوع قال ليه نجم الدين دابا تعرف ساجد قال نمشي ونتغده وبعده ونزوره بلاستنا المعهودة شحال هادا ما وصلت لدك القند خرجوا الدراري من الشركة وكل ركب في الطموبيل دياله ومشاوا لأحد الريستوات وتغداو وهضرو في مواضيع عادية كملوه توجهه الشاطئ فين كانوك يتجمعو مع الدراري ويلعبو الكورة حطو سياراتهم جنب الطريق وخرج نجم الدين وحيد الفاسة دياله ولحف الطموبيل قلس في واحد لحوية قصير وقلس ساجد بجنبو بجوج مقابلين مع البحر قال ليه ساجد امتى اخر مرة جيتي لهنا قال نجم الدين من لي ما تتناهد ما بقيت جيت ليه كنت وقت ما نجينا العم عدراري كتجي تفرج فيها من بعيد حيث كان خاصم عليها ساجد قال ليه من لي هاكا نقولها نمشي ونقنت اخر وهو يقول نجم الدين ماشي مشكي قال ساجد من ليه دارتي عليها كنت ان بديتي كتأقلم عن وضع قال نجم الدين ممكن وهو يقول ساجد صراحة عارفك مقصح ما نقدرش احتن تخيلها ان البنت اللي كان بغي توقع عليها شي حاجة نجم الدين مزير على قبضة ايدو قال كتبغيها لهاد الدرجة قال ليه ساجد ممت قال نجم الدين ممت هو يقول له ساجد إلى خيروك بين الحب والصداقة شنو تختار نجم الدين بتاسم بمرارة وقال بجوش هو يقول ساجد ما يمكنش خاني سكت تختار وحدة فيه قال ليه نجم الدين إما بجوج واللحطة وحدة فيهم ساجد قال انت عب السافة صحب أنا من غدا نسمح فيك قال نجم الدين نستاهل وبعد ساعات جاي قمر في الطريق كانت قريبها للدار داست من حداها سيارة فاتتها وهي توقف لها في الطريق حبسات الفران بسرعة ومخلوعة ما كان الليل والطريق خاوية هزيت راسها ودارت باش ترجعوا للور احتى لمحات وخارج من لوته لابست الشيرت وصروالك حل ابقى تزاقية ومتبعاه بعينيها وهو كيقرب حل الباب والتحنى وسكت الطموبيل وقال خرجي قالت ها قال نجم الدين قلت ليك خرجي خرجيت بشوية عليها ووقفات بعيد عليها ابقى كيشوف فيها من صباح كتجنب تشوف فيه قال مالكي من الصباح كتجنبيني فيها جداد هزيت في عينيها وقالت علاج حابس عليها الطريق خرجتيها مني خلحة كون خرجت فيك نجم الدين بتاسم وقال هانيا غير خرجي فيها عقدات حواجبها وقالت راه انا اللي غادت جي فيها الدقة قال ليها نجم الدين ما نخافش عليك عارفك كتسوقي بعدات نظرها على عينيه وقالت شنو باغي قال ليها هادري وشوفي فيها مشات جي هاد سيارتها وقالت ما عنديش لوقت لهاد الشي قال ليها وهو جرها من ايدها ما غاديش نخليك هاد المرات هربي درتها من قبل وندمت عليها قالت إيلا كنتي كتهضر على اللي وقع في المطار فأنا نسيته ومن الأحسن حتى انت تنساه حيت ما كانش مهم غير كان خربق وخرجات هضرة ما عندها معنا نجم الدين قرب عندها وشاد في دراحة وقال كتخربقي الهضرة اللي قلتي ابقاتك تحفر فيي يقول هاد المدة تلت شهور وكلامك يتعاود في ودنية كل يوم وتجي تقولي لي يا كنتي كتخربقي قمر شافت في عينيه وقالت كان اعتادر إلى زعجاتك هضرتي وضراتك في راسك نجم الدين قال ايش هاد البورود اللي ولا فيك قالت لي من ديمة وانا هاكة يقدر كنتي كتشوف دك الشي اللي بغيتي قال ليها ولكن عينيك كيقولو حاجة اخرى قالت له ما تكونش مغرور لهاد الدرجة حيت حتى حاجة من دك الشي اللي قلت صحيحة ما كان حس بحتى درت إحساس تجاهك سير على دراحة وقال متأكدة قالت له متأكد ما زال ما كملتها حتى كان حط شفيف وعلى شفيفها هز ايدو حطها مورا عنقها والاخرى شدها من خسرها مقربها ليها كتر حاولت اتبعده وما قادراتش كان مزير عليها حتى لسقات مع التو موبيل كيف بدف تقبيل شفيفها حسات برأسها تخدرات وقلبها كيدرب بسرعة جاع القوة اللي متلاتها قدامه تلاشات كتحس بدفء جسمه وهو حاضنها بقوة وبدقات قلبه اللي كتضرب بسرعة وأنفاسه سخونة اللي كتضرب فوجهها بدون إرادتها دورت ايدها على عنقه وتجاوبات معاه بعد مدة بعد شفيفو على ديالها بشوية وفتع عينيه كيتسناها تحل عينيها وتشوفيه حلات عينيها اللي كانوا كيلمعوا بالدموع وشافت فيه هز ايدو وحطها على خدها ومسح الدمعة اللي هبطات من عينيها حط جبهته على جبهتها وقال دابا تأكدت غلطت في حق صاحبي وفي حقك ولكن كان لازم نتأكد قمرت نطرت منه وقالت علاش علاش كتتلاعب بيه شنو درت ليك نجم الدين قال ما غاديش نغلط في حق صاحبي حيت باغي نتلاعب بيك ما غاديش نغلط في حق صاحبي حيت باغي نتلاعب بيك قالت وشنو معنيت هاد شي كانت بغي واحدة اخرى وجايت بوس فيا اينا راني بنادم واخا نقصح قلب يحتنع هي كان بقى بنادم وقال ليها شكون قال ليك كان بغي واحدة اخرى قالت ليه قمر شفتها معاك وشفت صورتها في بيتك ايدا بلا ما تحاول تنكر حضر راسه وانطق بحرقة وقال هاديك اللي شفتي بصح بيبتي اول بنت تدخل حياتي واول بنت تحرك ليه قلبي قمر كتسمع ليه وكلك اللي ما كينطق بيها كتحرقها في قلبها نجم الدين قال ليها ولكن الحياة خداتها مني داز عام ونص على موتها قمر شافت فيه بصدمة وهز عينيه فيها وقال نكدب عليكي لقلت ليك بسيتها ولكن عمري ظنيت ان قلبي غادي يدق لشي واحدة من بعدها قمر عينيها غادين بالدموها وقالت مفهنت قرب وضم وجهها بين ايديه وقال كنت كل هاد المدة في صراع مع قلبي ولكن من لي عرفت باللي غادة تكوني الواحد اخر عرفت الجواب ساجد صاحبي وقويا وارتاكبت اكبر غلط في حقه ولكن ما يمكنش نخليك ليه خاصة انفش تأكدت من شعورك اتجاهي نستحمل نكون اندل واحد في الدنيا وما نسمحش فيه ما نقدرش نتحمل خسارة قمر مترطق عينيها فيه وما مصدقاش شنوك تسمح ديت هات نملات عليها وكل كل منطق بيها تغلغلات مع جواريحها حسات برجليها فاشلين وخدلوها في هذا اللحظة نجم الدين حس بيها مزاكياش وشدها من خسها لحظات صمت وهو ما كيشوفه في عينين بعد قمر شافت الصدق في عينيه شافت الامان والخوف من انها ترفضه ما زال ما مأكداش من شعوره اتجاهه ولكن اللي متأكد منه هو انها ما تقدرش تبعد عليه هو الرجل الوحيد اللي ممكن تترمف حضنه بدون خوف حتى لو انها ما بقاتش مشوكيا من اللي وقعه هي صغيرة ولكن فاش كيقرب ليها اي ذكر كتنفر منه وكتحس بعدم الراحة يمكن فاش قبلها تتزوج بساجد ما فكراتش ابعد من ذلك وهي كل مرة حاول يتقرم منها كتبعده وبدون ما تجرح الامتة غادي يسفر والامتة غادة تقدر تجاوز مخاوفها وخاي بغيها لابعد الحدود الا ان حقوه ما غاديش يسمح فيه غلطات في حقوه من اللي اعطاته امان ولكن الى ما صحاتش الوضع غادة تغلط في حقوه اكتر اما هاد الشخص اللي قدامها اللي خاشيها في حضنه ما كرهاتش تبقى هاكا بين ايديه طول حياتها يتوقف الوقت في هاد اللحظة بالدات اول مرة تجرب هاد القدر من السعادة تحس بالليحياتها لها معنى وممكن تحب وتتحب وبدون اهداف ولا مصالح هو بغاها كيف ما هي بمساوئها وبشخصيتها ساسة الافكار السلبية من رأسها وبتاسمات من قلبها قال لها بصوت رجولي كتبت اسمي والدموع نازلين من عينيك شكون هادا اللي وصلك لهذا الحالة؟ قالت واحد الوحش هز حاجبه وقال ولكن وحش زوين؟ قالت لا خايب قال لها اوكي وطلق منها وقال من اللي خايب ما عندك ما تديري بيه شديت فيه وقالت اه حساب لك دخل الحمام بحل خروجه باحت خصلات من علوجهها ودارهم ورودنها وقال رجعت قمر المشاكسة قالت قمر قال لها نجم الدين ما لها؟ قالت عاودها بتاسم وقال شنون عاود؟ خنزرات فيه وقالت وعلم وهو يقول قمر 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 بتاسمات وسكتات شوية وهي تقول ساجد نجم الدين قال خاص نمشي نشوفه قبيلة كنت معه وقد غادي نفتح معه الموضوع ولكن كان خاص نهدر معك اللوي شافت فيه وقالت على غير هدرت قال الهدرة ما جابتش معك نتيجة وانا ندوز للتطبيقي قالت شفتك تصرتي دربع لما نخرها بصبعه وقال ما زال ما شفتي والو وهي تقول خليني انا نهدر معه قاطحه وقال انا اللي غادي نهدر معه ونشرح ليه انتي خليكي بعيدة قالت ما كانش عليين وافق من الول حاسة بالدن قال ليه ما تخافيش انا غادي نتكلف ركبي ودخلي لداركم ورتاحي من بعد وغادي نعيط لك قالت عندك رقمي بعدها قال ليها منش حال هذا وهي تقول وانا قاعد ما عندي نمرتك منين خديدتيه قال اسرار المهنة وافتح ليها باب الطموبيل وقال طلعي قالت غادي تعيط علي ياياك قال بغادي تدخل وحبسها وقال بلاتي وهي تقول شنو قال ليها اليوم كنت يزوينا في الاجتماع وقرب حط شفيفو على جبهتها وقبلها وقال يلا سيري طلعات قمر وثدات الباب ودمارات الطموبيل واتحركات ابقى نجم الدين واقف كيشوف فيها غادي عادي طلع لطموبيلتو واتباح احتابا نتليه داخلة مع الفيلا وهو يدور وزاد مكسيري دازو اسبوعين وعلاقة قمر بنجم الدين غادوك التوضط كل يوم كيتلاقاوا يهضروا مع بعدياتهم وفي الشركة كيتعاملوا بحل اغراض تكي نجم الدين فوق الناموسية وهز تليفون وتاصل بقمر قالت قالو وهو يقول نجم الدين توحشتك قالت حتى انا وهو يقول مو حال قالت لي الا والله اللي توحشتك قال ليها صافي طيقتك شنو كدير قالت قالسة في البالكون كان قراش يوراق وهو يقول كدخدمي كتار منهم اعطيت لسك شوية دراحة قالت لي عادي واللفت وهو يقول لها غدام صافة تقادات في قلستها وقالت فين قال ليها راجع لدبي على ود واحد المشروع وهي تقول له وش حال غادي تقلس قال شي عشر ايام هالقال قالت الله يديك على خير قال ليها غنحاول نكمل ضغية ونرجع قبل قالت لي اوكي صبح على خير قال ليها صبحي على خير قطعت وهي تخبط الوراق مع الطابل حيدات التشارت وبقعت غير بالدي باردو وشور تقسير تخشيت في بلاستها كتحاول تنحس وحلفت ما يجيها ابقات كتتقلب في بلاستها شوية سمعت الحسن وشافت جهة البالكون لي بابه محلو والريدويات اللي كيحرقه من بارد نهضت بشوية وسدات البالكون وتمات راجعة احتاش ادهاش يحد من الظور وسد لها فمها حطات ايدها على ايدو وبغا تحيدها وكترك كل برج لها قرب عند بدنها وهمس وقال شو هذا غير انا ضارت بسرعة حتى لقات واقفك في الجفن قدامها قد تعجب امتى وكيفاش ادخل ضرباته بيدها على صدره قلت شو ما عليك خرج ديها مني خلعة قال ضاروري شوية اكشرة وهي تقول كيفاش حتى دخلتي قال ليها ماشي كنت خدام هنا راح حافظ كل شبر في هاد الفيلا كاين باب من اللور ما في حد غير كلب الحراثة ديالكم اللي حاطي وهذاك عشير قالت اه عقلتي على اول لقاء لينا كنت خارجة للجن حتى شفتك تلعمها ضرتي وشفتي في ياب واحدة خنزيرة يالا طيب جرها عندو قال ما شفتي انتي كنتي قبيحة ومتعجري فديان المعقول هبط عينيه وشافها شنو لابسه وبتاسم شافتو فين مشاو عينيه وهي تعاود تضربو على صدره وقالت فين كتشوف قال كتنعسي هكا وهي تقول اه وشنو فيها قال ليها لا ما فيها والو غير مزيانة الكوكك قالت ما فهمت قال ليها بلاش عليك شنو كنتي كتقولي وهي تقول غير على لقاءنا الاول شكون قال احنا نبغيو بعض يادنا قال شكون قال لك انا كنبغيك جمعات الابتسامة وقالت صاح شكون قالها ليا عمرني سمعتها منك وهو يقول شوفي فيها عينيها شنو كيقوله قالت ما نعرف علاش جيتي بعدها قرسها منخدها وقال ما يمكنش نسافر بلا ما نشوف حبيبتي ولا نعسو هي مقلقة مني قالت لي علاش ما قلتيش ليا من قبل بلي مصافر قال غير اليوم باش عرفت قالت ابقى تتصل بيا كل يوم اوكي وهو يقول اكيد وانتي تليفون كتير ما يكون حداك وقالت شنو وهو يقول حاولي تبقى بعيدة على ساجد حتى نرجع قالت لي كان شم ريحة الغيرة ضيرها منخسرها وقال كان تقطع بالغيرة وهي تقول ما عندك علاش تغير انا حاطة حدود بيني وبين ساجد منش حال هذا تحدر باسها بقوة منخدها وقال هاك كان بغير خاصني نمشي صبحي على خير وهي تقول طريق سلامة مشى خارج وما زال موصل عند الباب وهو يرجع عندها وشدها من غنقها قال نسيت واحد الحاجة قالت لي شنو لسق شفيفو مع شفيفها كيقبلها بحنان شوية زاد في الوتيرة ورجع كيجر في شفيفها بقوة تعمقف قبولاتهم من بعض حتى تقطعات أنفاس قمر وهو يبعد نجم الدين شاف عينيها ونزل عينيه لشفيفها قرب حتى حسات بأنفاسه عند فمها مي لراسه وقبلها جنب فمها قمر فشلو عليها رجليها وشدات ليه في دراعه باش مطحش بعده انطق وعينيه كيلمعه بحشقه وهياني قال ليها كان بغيك باس ليها راسها وخرج من البيت خلقها مرباقة مصدومة وفاشلة رجعت خطوات اللور وقلسات في طرف النموسية هزات ايدها وحطات صباحها على شفيفها كتتحسسهم ومبتع سمع كي شيه بيلا قالت وقالها قال لي كان بغيك وتلاحت اللور كتفر كل برشديها بحال شي مراهقة شكون قال قمر توقع في الحب وتصرف بعفوية اليوم التالي سافر نجم الدين لدوبان وقمر من الخدمة للدار وديم على تواصل مع نجم الدين ولا تكت تجنب ساجد كتر من قبل هيد الاخير اللي لاحظ تصرفات هاللي تفضلو وقت ما يهدر على الخطوبة كتتأجل وتقلب الموضوع قمر دات عندها هاد أسبوع تقيل وخاصة هاد اليومين نجم الدين ما بقاش كيتتصل بيها عارفة مشغول لدرجة كبيرة ولكن وحشها لي خلها ميزاجية وكتخرج أعصابها في اللي دايرين بيها كتقضي معظم وقتها في الشريكة الدار كتمشي لها في وقت متأخر فكتبغيش تلاقب خطها وينوت لخدمك تشغلها على التفكير كذلك اللي واخد عقلها سمعت الدقان ودخلات سكرتارا قربات وحطات لها شيوراق وقالت مضموزة القمر هادو الملفات اللي طلبت لي قالت لها قمر شكرا وهي تقول سكرتارا ما زال ما غاداش تمشي العشرة هاد قالت قمر لا ما زال أباقة غير سيرينتي وهي تقول سكرتارا أوكي مضموزة باي خرجات سكرتارا وأغلب المغضافين قمر حيدات صباتها وجمعات شعرها وخدامها بالباسر انزل من السيارة كيتمشى بخطوات كبار اضغط على زر المسعد تحل وهو يدخل وصل للطابق الأخير وخرج غادي بالكلفار الدنيا خاوي حل الباب وتخل قمر هزات عينيها كيف شافته وقفات بسرعة شافت فيه بنظرات كتبين بلي محاملاش فيه الشعر قالت شنو كدير هنا قال لي ها ناصف جيت نشوف بنت حمي قالت قرابة الدم اللي جا معانا كرعتها ناصف كيقربو قال بغيت غير نعرف علاش كتكرهيني لهذا الدرجة ما خليت مادرت معاك شنو السبب حيت مايمكنش تكوني قاسحا معايا غير هاكك قالت ناصف ما عندي جهد لهذا الحوار صير بحالك وما تبقاش معاي رازك معاي انا عمرني نشوف فيك كراجب ناصف قال وعلاش شنو اللي ناقصني باش ما تشوفيش فيا كراجب وغوت شنو اللي ناقص قالت الحب ماش يبزز وانا ما كنحش بجهتك بحت حاجة قال كتبغيه قد ساكت او هو يقول هم قولي هاكك اذا داك خينا اللي غادت تخطبيلي هو اللي معمر لك العين ها داك هو علاش رافضاني قالت ماشي ها دا هو السبب وخاكن ما كانش هو ولا غيره عمرني ناقص بيك وقت ما شفتك كانشوف سيفدك شماتة ديال بواك ادرب ناصف في المكتب وقال حدك تمه ما تهضراش عليها بديك الطريقة كيبقى عمك قالت ما عميش داك الحيوان ما معتعرفاش به يموت وما يبقاش فيه ناصف قرب عنده وشده من ايده وقال وخاكن قاتل ليك روح ما تهضر عليه بهذا الطريق فخبارك هاد المدة كلها ناعس في سبيطار بين الحياة والموت تهجموا عليه وضربوه كان غادي يموت ضحكات وقالت يستاهل يموت كيف الجيفة هز ايدو نزل عليها بتصرفيقها وقال نا انتي زديفة ما كتحتارني حد غير زايدة في التفرعي سبارت ليك فوق القياس مستهت الدم اللي نزل مني فهبض هر ايدها وقال نحتارم واحد فيه الانسانية وباك بزاف عليه يكون بنادم وراك اديتي منه تبارك الله ما عندك كرامة كل ساعة تابعني وباغي تبين علي رجولتك بالعصاب حت ايدو على عنقها وقال كنت كان عاملك كيف الملقلي وهاز ذك فوق من راس وما كان نخلي حد يهضر فيك بكلمة وحدة ولكن انتي ما كتستاهليش خاص كيت تربي من جديد قالت سير ربي راسك وقلب علي اعطيني غير بالتساع ودير بحالة يليمت رحك نشوفك نحس بالردة طال علي ننصيف ادفح احتضر اخات مع الحيط وقال كنجيب لك الرد مزيان هير خيف القرافات ديالو قال اليوم ننزليك راسك الارض غادة تشوفي ناصيف اللي من صباح ونتي تهبش عليها قرب عندها وجرها عندهم زير علي يديها وقرب وجهه بغيفوزها وهو يضطير عليه قمشاته هزئي الدوعة وترجها حتى داخل والدم خارج لها من فمها ونفا ولكن ما استسلماتش كلما قرب لوجهها كتضربه في شي قند تهربه ابدا كيتعصب وهو ينصقها مع الحيط وزيرها بينرجلي حاكمها مزيان قرب لوجهها عود تاني وما قدرات تبعز هاد المرة بديت كتنط احترخها على رجليها شوية وهي تهزها وعطاته لبين رجليه زير على عينيه من الألم وطلقها مشيت كتجري لجهة الباب ولكن ضغيه شدها وجرها مشعرها لاحة على المكتب وتحفقها زير بإيده على عنقها قاجها وترتق ليها القاميجة اللي لابسها بان صدرها ومسوتيان يلابسها وهو يجعل بالمعقول انقدع لها كيف الحيوان خرج من المطار لابس منطو جينز جار معه الشانطة ديال بان ليه ساجد واقف حضلو دو قرب عندو تحانق معاه قال لي باش عرفتيني جاي وهو يقول ساجد عيدت على جلال وقال لي اليوم راجع والرحلة اللي جاي فيها نجم الدين قال توحشتين هو يقول له ساجد نمشي والبلاصة المعلومة ولا بغيتي تمشي ترتاح قال نجم الدين جاي مرتاح غير زيد نمشي وفين ما بغيتي طلع ساجد جهة السائق ونجم الدين اركب حدها ابقى وغايدين بصمت وكل واحد كيخمم كيفاش غادي فاتح الآخر بالموضوع صونة تليفون لنجم الدين وهو يجبته من الجيل شاب اسم قمر وهو يقطع ورجعه للجيل شوية صونة لساجد التليفون طلعت ليه نمرة قمر جاوب في الحين قال قالت ساجد عتقني ساجد حبس الفران بالجهد قال ملكي شنو وقع عليك قالو قمر قالو نجم الدين قال له شنو كاين ما لها قمر ساجد دي مرضه موبيله قال ما عرفتش قالت لي ساجد عتقني واتقطع الغط ما قالت حتى فين هي نجم الدين تهزليه قلبه وقال سير للشركة غدا تكون باقة فيها ساجد بات في الصرحة غادي طاير نجم الدين كيتشوه في بلاستو مليت تهزلت به ما بغاش يهضر معها قدام ساجد اقتع عليها و هي باينة واقع معها شي حاجة خطيرة إلا وقعت لها شي حاجة ما غاديش يسامح راسه وقف ساجد قدام الشركة ما جا فين يسكت التموبيل احتطار نجم الدين من بلاستو وخرج كي يجري ادخل المسعد وطلع فيه كيف يبري بحث كيف تحل مشا كي يجري حل الباب بالجهد احتطر ضخم على الحياة وقف جامد في بلاستو كي يشوف المنظر لقدامه قمر مكمش جنب الحياة حويجها مقط بعين ووجهها كله كده معت حرك عينيه جهة الشخص اللي طايح في الارض وباض مهرز حدها راسه كان باين شنو واقع ولكن لازم ووقت باش يستوحد وصل ساجد ودفع نجم الدين ودخل مشا كي يجري عند قمر وتحنى عندها كي يسول فيها بخوف كبير نجم الدين سمعه وقال لها واش اداك وهو يمشي لناصي طاح عليه وبدكي يعطيه لكا مات بكل قوده كان فاقد الوعي ضربه احترجح العينيه وكمل عليه كي يعطيه بالله ما يحس نجم الدين ما كانش في وعيه ديك الساحة خير كيدرفيه زيت وجه ناصي ما بقاش كيبان بالدم تلفت ساجد وشافت نجم الدين عارفو غادي يصفيها ليه مشاش الدم النور وجر دفعو نجم الدين عليه وعاود رجع الناصي اللي كان تقريبا كيبت رجع ساجد كيجر بنجم الدين وكيغوت عليه نجم الدين صافي إيلا مات غادي تمشي فيها انت تلاق منه ضعوبة بعده عليه وشاف فيه بغضب وقال ساجد ماشي هكا خلي عايش باش يتحاق بدقة دقة رجع ساجد كيجري لعند قمر بغاي حق ايدو على ركبتها وهي بعدها قال قمر شوفي فيها اينا غادي نهزك ونمشي ولس بيطار عاود قرب عندها وهي تقفز عارفها بحالة صدمة معرف كيف تصر قرب نجم الدين وتحضر هزها بالإيد ما تحركات بل خشات رأسها في صدره وشدات فيه في إيد ديها بجوش مزييرة على تريب خرج نجم الدين هز قمر في إيد وساجد بقى واقف كيشوف فيه غادي بيها احتاج لبعض الوقت باشي خرج من الصدمة ديال هز شي لكيشوف اتذكر حالة قمر وهو يرجع الوعي وتبع نجم الدين وهبطف ساجد سبق ساجد ومشحل الباب اللوراني ديال الطموبيل حطها نجم الدين وركب القدام وخام مقرف شي بقى حداها طلع خاسكي تمشي لسبيتها قالت لا اديني للدار دار عندها نجم الدين وشاف بيها عرفها ما مرتاحاش تمشي لسبيتها طمأنها بعينيه ودار عند ساجد وقال سير للدار غادي نعيطول شي طبيبة اتجي لعندها ساجد اضغط على البولون بإيديه وقال اللي مرتاحا فيه قمر نديره داك شي اللي دار وصلوا قدام الفيلا وحليهم العساس ودخل ساجد التوموبيل وقفها وخرج بسرعة حل الباب اللوراني قال تبغي نعاونك قالت قمر لا ساجد حييد الجاكات ولحع لها وقال اوكي شوية عليك خرجت من التوموبيل ودخلات للدار طلعت لبيتها ودخل موراها شافها نجم الدين دخلات الطوالات وستات شوية تسمع صوت لما مطلوق ولكن ما منعش انه يسمع صوت الكهرب خرجنا جمدين من البيت خداد تليفون والتنصل بالتبيب وغلق الخط ودول ايدي على وجهه ابقى غادي جايف الكولوار فجأة اوقف وجمع ايدي وضرب هم على حيط القوة ما كرهش يرجع ويكمل علي حيوان بحاله ما يستحق ش بقى عايش شاف ساجد خرج من البيت كل واحد ما كيشوف شفله هضرة كثيرة ولكن ماشي وقتها قلسة تحت المعريانة ومعنقر جليها شعرها طايحة على وجهها واكتفها والمغادي تحتها ادموحها كيهبدو كيفشتا والشهقة كيطلع لها بطعوبة عاش التاني اسوأ تجربة في حياتها هدرنهار ترجمة نانسي قنقر شكرا